بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم أهلا بكم في حلقة جديدة من كريم السوق اللي من اسمها بنتكلم عن المجالات الموجودة في السوق وبنستضيف في كل حلقة خبير من الخبراء في مجال من مجالات السوق أقل ما يقال عنه أنه متواضع جدا وأنه عنده نية صادقة أن ينقل خبرته اختصر على شاب أن الشباب سنين كتير جدا جاي وزي كل حلقة بردوانا ما بلاقيش في نفسي القدرة أن أعرف الضيف بتاعي أنا بس بكتافي أن أشكره على وجوده معي وأدينه المايك على طول فأنا بشكر حضوات جدا يا بشمانس أحمد على وجودك أنا اللي بشكرك يعني أن أنت دعتني وأنك شايف الكلام ده يعني فيه فديحاك كويسة يعني أنا مش شايف كده بس يا ماشي ده أفلم اللي استحقه هندس حبيب فلننا نبدأ كده بالسؤول المعتاد من بشمانس أحمد الإمات طيب أنا أحمد الإمام أعتقد أنت البرنامج بتاعك بيتارجت ناس مختلفة فمش هيبقى أغلبهم مبرمجين يعني أعتقد مش عارف فأنا صوفت غير انجينير من اللي يشغل في الباك اند أنا من المحلة خريج هندس المنصورة اتخرجت 2011 بدأت الشغل في الويب ديفلوبمين تعموما بقى كان يعني زمن أنا مش عارف زمن ولا لا يعني بس هي آه يعني أكتر من عشر سنين يعني كنت يعني كنا بنعمل كل حاجة اللي هو أنت مثلا بيجي لك البي اس دي اللي هو بتاع الفوتوشوب وتحوله بقى الويب سايت الفرنت اند بتعمله وبتعمل الباك اند وبتسلم البضاعة كلها على بعضها يعني دي كانت أول فترة شغلي يعني في الويب ديفلوبمينت بعد فترة انا يعني حسيت ان انا حابب اكتر الجزء بتاع الباك اند بقى والكلام ده فبدأت اتخصص شوية في الباك اند وتنقلت يعني من كم شركة في مصر اشتغلت في مصر بتاع 8 سنين تقريبا لحد ما سفرت روحت شغال حاليا من ألمانيا يعني من برلين بقى لي 4 سنين تقريبا ادخل في 4 سنين او يعني تدركت بقى العادي في الـ positions يعني حاليا ان انا مسؤول عن عن team يعني الشركة اللي انا فيها الحالية اسمها Sobra Banking يعني فارع من الشركة اسمها Sobra Styria مفترض انها شركة كبيرة يعني بس طبعا مش شركة تيك يعني هما شغالين في مجالات مختلفة بنبني Banking as a service حاليا يعني بس فانا من لي interested اكتر في جزء زي ما انا قلت بتاع الباك اند بس انا يعني حاليا بما اني بقى عملت channel زيك يعني فبحاول ان انا ابلد T-Shape بتاعي في يعني T-Shape ده اللي هو يعني هما الناس تكسرت الاقاويل في الحتة دي ان الشخص هليبقى متخصص في حاجة معينة ولا يبقى يعني يبقى عارف حاجة بعمق ولا يبقى عارف من كل حاجة حاجة ففي ناس وصلوا يعني انا مش عارف مين بالزبط الاسم يعني بس هما اتقرروا ان هو T-Shape ده يعتبر الشكل الافضل يعني ان انت تبقى عارف في مجال او حتة معينة بعمق وعارف عن الباقيين فانا بحاول عن طريق لتشانل ان انا عامل ده ان انا بستضيف ناس من مجالات زيك مختلفة بس كلها تك بقى فشوية في الفرونت اند شوية في الديف اوبس شوية في ايه 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 بقى والحاجات اللي هي هتقعدنا في البيت دي فيعني ايه بنحاول ناخد معلومات عشان لو حصل حاجة يعني فانا بالنسبالي شايف هتبقى سكة ليا ان شاء الله يمكن ابقى مثلا سيتي او او اي حاجة في شركة فابقى عارف السايكلز بتاعك كل التيمز مش مش بس الباك اند يعني بس انا ارغيك كتير معلش فا لا يا فاند ما انا عارف انك تسر عادة ان انا بسيب الضوف يرغوا ففرصة وانا اللي هرغي يعني انا انا راجل متابع للحلقة دلوقتي مستضيف ليك يعني متابع للبرنامج بتاع حضرتك الادوار بتتغير كده حلو او حضرتك قلت ويب وباك اند ايه الحاجات دي اه طيب احنا جايين من بعيد هو يعني غالبا معظم الناس اللي بتستخدم حاليا الانترنت يعني بيستخدمه بقى اللي بيستخدم فيسبوك اللي بيستخدم غيره حاليا فيه الناس بقى والاغلبية بتستخدم الموبايل فانت معاك الموبايل كان الاغلبية زمان كانت الويب انك بتفتح البراوزر وبتدخل على الويب سايت والكلام ده بتكتب بقى اسم الموقع وبتدخل عليه وبتتتفاعل مع الموقع وهكذا فانت معاك داتا او يعني انت الشخص انت مثلا بتكتب كومنت الكومنت ده عبارة عن داتا اه هو الدنيا كلها في في الموضوع ده كله بتتمحر حوليني الداتا بالنسبة لي يعني من وجهة نظر اه فانت معاك اه مسلا شوية صور عايز ترفعها معاك اه بوسطات عايز تنزلها والناس عايزة تشوفها فاحنا بنكتب بنحط داتا بنخزنها وبنسترجع داتا فعشان نعمل الرحلة دي بطريقة اه تساهل على الناس ويبقى يعني ايه عندهم طريقة ان هما يحطوا الداتا بتاعتهم بسرعة ويرجعوها وكلام ده ففي له غاب برمجا دي التول اللي بتساعدنا ان احنا نتعامل مع الداتا دي فبنبلد بقى ايه حاجات زي بيسموها ابي ايز طريقة ما يعني من الباك اند انها تساعدنا ان احنا نحط الداتا دي نخزنها ونسترجعها فانت لما تمسك الموبايل تلاقي الداتا بتاعتك موجودة وتقدر تكتب انت كومنت فتبعته فمتي تدخل تاني تلاقيه وهكذا يعني بس فالرحلة بتاعت الباك اند هما الناس اللي ايه اللي بتخلينا ازاي نتعامل مع الداتا بصورة كويسة يعني او نتعامل معها عموما بعدين بقى ببص تلاقي الدور بتاعك بيجبر انت محتاج تعرف السايكل كلها بتاعت الرحلة كاملة من اولا لاخيرها لحد ما الداتا دي تخزنت ورجعت فهتلاقي نفسك عملت خبط بقى في حاجات اللي بتظهر في المجال معك في السكة مثلا هتحتاج تعرف النتورك لان انت الداتا بتاعتك دي تمشي في مصورة ما هي الانترنت فبتعدي على النتورك فهتحتاج تعرف شوية النتورك هتحتاج تعرف هتخزن الداتا دي فين فهتعرف شوية عن الداتا بيزز هتلاقي نفسك محتاج طبعا انت عارف لغة البرمجة بقى اللي انت هتبلدي بها الابي اي ده رقم واحد بس انا عصدي يعني الحاجات التانية هتلاقي نفسك انت يعني محتاج تخزن الداتا فهتحطها في داتا بيز طب انا محتاج احمي الداتا دي عشان مش اي حد يشوف الداتا بتاعتي فهتلاقي نفسك عرفت شوية سيكيورتي بقى واثنتيكيشن والكلام ده عشان مش اي حد يقدر يشوف الداتا بتاعتك وهكزا والناس يعني ما يحصلش هاكينج بقى للويبسات فتلاقي المجال عمالي اكبر الدايرة عمالة اكبر بتاعت الباكيند شوية طبعا بعض الشركات ظهر بقى حوار كان زمان في ناس وناس في الديفلوبمنت فقالك لا اي ده احنا عايزين انه ايه الشخص اللي بيبلد الابليكيشن وبيعمل الكود ده هو نفسه يقدر يعملو شاب هو اللي يرفعه للناس تقدر تستخدمه فظهر بقى قالك لا ماينفعش بقى في ناس اوبريشن وناس ديفلوبمنت لأ احنا عايزين نعمل كونسبت اللي هو الديفلوبس ان الديفلوبر يبقى عارف عن الـ اوبريشن وال Legion يبقى عارف عن الديفلوبمنت والايه واما ما تبقاش انت بتعمل الكود مسلا كديفلوبر باكيند مسلا وتريموا ولي يخذ معلم الكود اهو لو انت مسلا الوما كانوا بيسموهم زمان خد ارميل الكود ده على السيرفر لا بدأت فبدأ يظهر بقى حاجات جديدة وحاجات اكتر فالمجال عمال يوسع بتاع الباك اندون محتاج يعرف حاجات كتير محتاج يعرف ازاي هيشيب الكود بتاعه فظهر بقى يعني دوكر بقى وكوبرنيتس لو انت لو يعني الشركة بتستخدمه وهكذا يعني الموضوع كبير بعد كده في بعض الشركات بتقول لك انت محتاج انا بحكي لك الرحلة بتاعت الباك اندو عموما يعني انت محتاج تبقى مسؤول عنها من ايه من الاول خالص من اول الانفرا انت المسؤول تكاريت انت الانفرا او السيرفرات اللي انت هتحط عليها الكود بتاعك فتظهر بقى حاجات زي تيرا فورم وغيرها ان انت بتكاريت انت سيرفراتك وانت اللي بتحط كودك وانت اللي بترفعها وكذا انا بصراحة مش مع الفكرة دي انا ضدها بحب ان يبقى فيه برضو لحد ما تخصص لانه احنا مش هنقدر نتابع كل ده عشان كده يعني انا بالنسبة لي الباك اند من المجالات الرخمة شوية لان الموضوع كبير انا بالنسبة لي يعني بعد ما فكرت في الرحلة دي خلال العشر سنين او اكتر انا ياريتني كنت في الاول وكملت فيها الرحلة كده تبقى خف شوية مش معناه كده انه الناس ما بيتشتغلوش لا بس برضو يعني الموضوع محكوم شوية ما بيوسعش قوي زي الباك اند يعني هو يعني الصورة العامة من برا كده انا الويب سايد ده حاجة ظاهرة ليه انا فيسبوك وقاعد بنزل صورتي وحاجات كده فحد الصورة دي بتتخزن في مكان الكومنت اللي انا كتبه لحد وعرض اللايكات وانا اتفعلت معها ازاي دي عبارة عن داتة الباك اند مسؤولني ياخد داتة دي خزنة عشان كل مرة نفتح لقي الحاجات دي موجودة والحاجات دي ظاهرة لكل الناس من خلال ابي اي بقى زي كوبري مثلا ما بين الحاجة اللي ظاهرة والحاجة اللي متخزنة دي صحي كقدر شكل عادي بزرط بزرط حلو او عبقى نروح للباك اند قلت حاجات كثير او بيشتغل فيها الباك اند ربنا عينه يعني بزرط فاول حاجة قلنا فيه لغات برماجة هيستخدمها عشان يشتغل في النوع يعمل العملية اللي بيعملها دي فايه اهم اللغات البرماجة ايه التكنولوجيا زي هو يعني احنا عايزين انا حاسس ان احنا برضو مركزين على الويب لانه هو ده المشهور في مصر او في الوطن العربي اكتر بس هما الباك اند بيعملوا حاجات اكتر من كده يعني في الجيمينج مثلا في ناس باك اند الالعاب اللي انت بتلعبها والكلام ده في ناس شغالة باك اند وناس بتعملك الجرافيك والحاجات انت بتشوفها دول الفرانت اند وناس شغالة باك اند هي بتعمل شغل العميق بس اما فهوم الباك اند بالنسبة لنا يعني اللي احنا متعرف علي انه غالبا الويب انت يعني كل حاجة لها الباك اند بتاعها فس احنا نتكلم عموما عن الويب يعني فزي ما اقولت انه الباك اند يعني هو المسؤول عن اللي هو ايه التعامل مع الداة اللي احنا بنتعامل بها دي اللي انت عايز تخزنها او هكذا هما اللي بيبقوا ده دورهم فهيحتاج الشخص يعرف لغة برمجة لغة برمجة في لغات كتير متخصصة في الويب هي طبعا اللغات البرمجة عادة بتقدر تعمل حاجات كتير بس في لغات اتشاهرت ان هي دي بتاعت الويب زي بي اتش بي مسلا طبعا في جافا جافا طبعا بتستخدم في كل حاجة بس بتلاقي مثلا جافا برضو كويسة بايثون روبي في لغات برمجة كتير كل ونود جي اس طبعا فيه طبعا انت بتيجي بقى ايه بتشوف اللغات المناسبة اكتر للابليكيشن حاليا يعني الناس غالبا ما بتبصش كده بس هو ده المفترض اللي كان يحصل ان انت بتطارجت لغة البرمجة بناء على الاستخدام بتاعتك وهكذا بس لان معظم اللغات بقى تشبه بعض الى حد ما الفرقات في البرفورمانس ما بقيتش فرقة قوي يعني غير في بعض الكيسز اللي غالبا مش كل الشركات وكل الناس بتحتاج ان هي تتحط في الحتة دي فبقى اللي السوق بيطلبه السوق مثلا بيطلب اكتر بيتش بي فتلاقي الناس كلها رايحة بيتش بي وهكذا يعني او دوت نت او او غير فالشخص محتاج يعرف لغة برمجة فهيختار لغة البرمجة طبعا مش هيبدأ يبني من فروم سكراتش احنا زمان اول ما بدأنا كنا بنبدأ بالبيتش بي كنا بنعمل احنا كل حاجة من الاول انت اتقعد بقى تكريت فايل بيتش بي وتعمل الكونيكشن بتعدي تبيز وتعمل مش عارف ايه تعمل كل حاجة انت عملت بنيها من الاول فالناس قالوا يا جماعة ايه ده احنا هنقض بقى كل ما نيجي نشتغل على بروجيكت هنقض نعيد ونزيد ونكتب كل ده تاني من الاول لا طب ايه رأيكم نعمل فريمورك فريمورك ده وعبارة عن تجميعة كده لشوية حاجات احنا كلنا مفترض او اغلبنا لو انت هتبني ابليكيشن هتحتاجها فقال لك خلاص نعمله بقى استراكشر كده حلوه من الناس فمعظم الناس اتجهت الـ MVC Model View Controller يعني استراكشر للشغل بتاعك ان انت هيبقى عندك الموديل ده اللي بيتعامل مع الـ Data Base الـ View اللي هتتعامل مع اللي هتوريك الـ Data سوى بـ HTML او JSON او XML او whatever اللي هتعمل لك يعني الـ Rendering للـ Data دي وفيه الـ Controller بقى اللي هو اللي بيجيب من ده يودل ده وهكذا يعني اللي بيعمل فيه logic من الاخر بتاع الـ Application بتاعك فظهر فريمورك فبدأ بقى كل واحد شغال بلغة معينة يتعلم فريمورك بقى بل مش بس فريمورك فريمورك داخل نفس اللغة فانا مثلا اتفاكر زمان اول ما بدأت كنت بدأت بفريمورك اسمه Code Igniter ده فريمورك في بيتش بيت ما اعتقدش حد بيستخدمه دلوقتي ظهر بعده حاجات تانية كتير زند وسيمفوني ولارافل وغيره يعني كتير فكل واحد بقى بدأ يبني الشكل المناسب ليه وكل واحد بيبولد كوميونيتي من ناحية تانية تلاقي بايثون تلاقي فيه ناس بتستخدم فريمورك الخاصة بيها انا مش فاكر الاسم يعني كان فيه 2 فريمورك مشهورين لها وكالعادة برضو زي الباقي روبي مثلا فيه Rails فيه Spring تابعة Java و.NET و.NET Core وهكذا يعني كل لغة بدأت خلاص الكنسيبت بقى معروف بنبلد فريمورك نشتغل بيه بس قلت ان مفروض ان احنا بنختار اللغة على اساس الابليكيشن اللي هنعمله ده معنى ان اللغات فيه مميزات وعيوب للحاجات فهل فيه حاجة بتبقى هي الاغلب في المجال دلوقتي بنستخدمها في تكنولوجيا معينة ما هو بقت في بعض اللغات بقت مشهورة في حتة معينة يعني لو انت مثلا شغال جيمينج ولا شغال حاجات لو ليفل فبتروح لسي بلاس بلاس مثلا لو انت شغال ويب زي ما انا قلت بيه على حسب السوق في ناس شغالة نود في ناس شغالة بيتش بي في ناس شغالة روبي في ناس شغالة بايثون كل واحد على حسب هو كله كله شغال فيش حاجة بتقول لأ يعني في ناس شغالة جو طبعا في بعض الكيسيز بتلاقي ان لغة البرمجة بتفيت في الحتة دي انه مثلا عندك هاي اي او مثلا فهتروح لإيه للغة معينة فده اللي بيحدد في الكيسيز معينة اللي هو غالبا انت مثلا مش هتهدى وتبنيها عشان انديه فممكن تفصل الحتة دي او حاجة اه يعني لوحدها بحيث تهندلك الحتة دي لوحدها بس غالبا معظم اللغات تقدر تتعامل يعني. بس انا كواحد شغال باك اند وفاهم الاساسيات وفاهم الدنيا هتفرق معي التكنولوجي لو انا بستخدم حاجة معينة وعايز اشفت الحاجة عشان الشركة انا رايح لها مثلا شغالة بحاجة تانية. بيبقى الموضوع صعب ولا مجرد بتتعلم اساسيات اللغة وخلاص. ما هو الاساسيات اه بس الاساسيات اصلا كلمة كبيرة يعني برضو الاساسيات مش حاجة بسيطة اساسيات اللي هي زي ايه يعني المفترض ان الشخص نفسه بيبقى لو هو المايندسيت بتاعه ان انا بذاكر او انا بشوف ده وباصص على الباك جراوند بتاع اللي انا بشوفه يعني ايه يعني انا بتعامل مثلا مع مثل معينة في اللغة بتاعتي انا عايز اعرف هي بتعمل ايه وفي افهم في الباك جراوند هي بتعمل ايه فوقت ما انا اجي اعمل امبليمنت بلغة تانية اه ده انا محتاج مثل بتعمل كزا فاروح بقى ادور عليها اه ده تعالي انت اللي شبه كزا اه يعني انا 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 مسل فتشغال بيتش بي وبعد كده عملت سويتش الروبي كنت وانا بسيرش فاقول له ايه طب والله يشوف لي بقى مثل اللي هي شبه كزا في بيتش بي دي في روبي اسمها ايه فهي جيب لي لحد ما انا ايه بدأت بقى اي وبيض رايح جاي فيها وهكزا فلو انت عارف الاساسيات فهي اه لا هتلاقي انت قادر تتحرك بس برضو مش بسهولة يعني هتبقى قادر تتحرك وزن ليفل معين انما اه يعني بتفرق في اللي هو ايه بتفرق في الكواليتي بتاعكود اللي بتكتبه لو انت عندك خبرة فترة برضو بتفرق في معرفتك اللي لا يعني انت فيه الميثود دي لا تبص في واحدة تانية بقى بتعمل حاجة تانية احسن وهكزا فمحتاج برضو الموفمنت مش بسهولة اه هتقدر تكتب كود بس هالك كود ده اللي هتكتبه زي واحد مثلا بقى له خمس ست سنين عشر سنين شغال في نفس اللوع دي لا بس هتقدر تكتب طبعا لو انت فاهم الاساسيات كويس يعني من نسبة نحا بنتكلم عن الاساسيات فيه ناس كتير ما بتيجي تخش المجال البروجرامنج بشكل عام سواء بقى موبايل ويب ماشين ليرننج حتى بتقوم نطع على التكنولوجيا على طول هو ما بيتعلمش اساسيات الاساسيات بقى انا نفسي هي على حسب الشخص عايز ايه وظروفه وتسمح بيه انا كنت من المدرسة دي انا مثلا اتخرجت من الجامعة كنت عايز اشتغل انا ظروفي مادية انا مش يا جماعة اللي هيشتغل الناس بتطلب ايه في الوظيفة في الوظيفة وهو ده الريفرنس بتاقي عشان كده انا دايما ايه حد بيسألني يقول لي بشماندي سيديني رودماب يا حبيبي مفيش رودماب رودماب بتاعك اللي روح شوف انت بتدور على شغلانت ايه شوف الجوب ديسكريبشن مكتوب في ايه شوف التكنولوجيز او الحاجات اللي هما طلبينها ايه وذاكرها اعرفها خد فكرة اعرف حاجات شبهها انما يعني مش مش رودماب فانا لقيت انه هو ده ايه ده هيحركك ما فيش حاجة انه يعني في ناس ممكن عندها القدرة انها تصبر انها تبقى عارفة الاساسيات كويس بقى انه يقعد بقى هياخد الالجوريزم يسو يقعد يحل هو كل واحد وهدفه لو انت هدفك انك تشتغل على طول هيبقى فيه لمت هتعرف شوية عن الالجوريزم مفترض. انا بفترض ان انت عارف شوية عنها في الجامعة. فيكفي ان انت تبقى عارفهم. يعني عارف دي اللي هو بتتعامل معهم ازاي. مش لازم تبقى بروفيشنال بقى. مش لازم زي ما انت كنت بتقول لي ان انت بتدخل مسابقات. لو انت عادت تدخل لي مسابقات. خلاص انت انت بقى عارف انت عايز ايه. انت ده سكتك. عايز تدخل لجوجل. اه وهكذا ان انت تتعدي. والكلام ده. تمام. بس انت شفت ان المجال كبير. فانت لازم تبقى عارف حاجات كتير. فانت لو فضلت بقى انت مركز لي في الحتة ليه. خلاص انت حر. بس اما تيجي تشتغل لو تشتغل في شركات عادية او شركات متوسطة. هيبقى عايزينك تبقى عارف حاجات كتير. بص ليه يقول لك بيعمل لي اي بي اي. الا بي اي ده حطي لي اوثنتيكيشن استخدم جي دابلو تي. اعملهولي بدوكر واعمل لي ودبلوي ووريني. واعمل. حتى هما بيطلبوا منك كده في الانترفيو. والتاسك اللي هما بيعملوها لك. فانت وقتها تقول له انا بقى عارف اعمل بروبلم سولفن. طيب انت ماشي خلاص يعني حللي المشكلة دي. فانا انا لقيت وقتها انه لا يعني ده اللي هيشغلني. اه انا كتبقى عارف طبعا بروبلم سولفن. وكلام ده حاجة كويسة. بس هلا تفضل كده طول حياتك ما عارفش يعني. انا رأيي ان قريدي في حاجات كتير انت محتاجة عارفها فبس. حلو. طيب. في حياتة تانية. ان معظم الشاب اللي بيركزه قوي على التكنيكل. وما بيرمو الحتة التانية بتاع السوفت سكيلز. هو شايف ان انا ابقى شاطر قوي. بعرف اعمل برويكت كويس قوي. حفظ التكنولوجيا تمام. بس حتى لو انا ما بعرفش اعمل معاتيم. ما بعرفش اتكلم مع الناس. ما بعرفش ابيع نفسي بالمعنى الكويس على لينكت ان او اعمل سي بي كويس. ده مش فارق. المهم ان انا بقى تكنيكل كويس. هل ده مظبوط في السوق? ما هو نرجع للسبب. السبب انه المجال كبير. انه انت محتاج تعرف حاجات كتير. فانت مش ملاح. يعني انا في بالي امليون حاجة انا عايز اذكرها. بس انا مش ملاح. فلازم احدد اولويات. فانت عشان تشتغل معظم الشركات بتركز اكتر على الهارد سكيلز. على التكنيكل. على اللي انت عارفه. اه ده اللي بيبقى ليه. هنفترض مثلا نسبة بيحسب لك سبعين تمانين في المية للتكنيكل. وعشرين تلاتين في المية للسوف سكيلز. فطبيعي ان الناس هتركز على التكنيكل. اه اي حد هيعمل كده. بس اللي هيفرق بقى اللي هيديك ايه انت خلاص بقيت تكنيكل لحد ما مرتاح. مش هقول جامد. مرتاح انك تقدر ايه تشتغل وتقدر تقدم في انترفيوهات وتترفض وتتقبل وحاجات كده الرحلة العادية. فوقتها تبدأ بقى انت ايه تبص لأ طب انا محتاجة حسن ايه. هتلاقي نفسك مثلا بتنتقل انا شغال مع ناس بيتكلم لغات تانية. مش مش عربي بقى اشتغلت مع شركة سواء ريموت او هي الشركة بتاعتك بدأت تتعامل مع ناس اجانب. فانت انا محتاجة اشتغل على الانجليزي. كلنا انا بالنسبة لي كنت مدارسة عادية بتاعة حكومة. فكان الانجليزي بتاعي اه اللي هو بتاعلم تحنات. كنت شاطر اه بس يعني ما بعرفش برضو يعني اللي هو فبدأت تحسن بقى اللغة. اتحسنت عن طريق ايه ايه الممارسة بقى. ان انا ابدأ اتكلم ورزع مع الناس. ان انا الكورسات حتى التكنيكل بشوفها لحد ما تكون بالانجليزي ده بيفرق. انا طبعا عارف انه الفهم بلغة الام بيبقى احسن كتير. لو حد بيشرح لك يعني انا ما كنت اجيب واحد صاحبي يشرح لي مثلا حاجة معينة كنت افهمها اعود بقى ايه لو ممكن اعود ثلاثة اربعة ساعات في كورسات عمالة لف عشان افهم الفهم اللي هو الدهولي. بس اللغات انك تشوف باللغة الانجليزية بيفرق معك في انك بتتعلم حاجات جديدة بتقدر تكوميونيكات اه مع مع الناس. احد عيوب بقى انك تبقى باك ان ان انت غالبا ما بتتعاملش مع ناس كتير. يعني بيبقى ما بتتعاملش مع ناس بيزنس فالمصطلحات كلها ايه هتبقى اخلك بتتعامل مع التيم بتاع الموبايل ولا الفرونت اند. اه شوية مع الديف اوبس. فتلاقي ايه? انت بتقولهم اه يا جماعة الايباية هو فمش عارف الكلام كله ما وصلتش ان انت تتكلم بقى مع الكلينت نفسه مع اللي هو ايه الناس اللي بتواجه بقى تلاقي اللي شغال الفرونت اند بيواجه. فتلاقي الناس دي غالبا اللي انا شفتوا بيعرفوا يتكلموا احسن بيعرفوا بريزنتوا اكتر لان هم متعودين يتعاملوا مع الكلينت متعوديني يقابلوا حتى ايه اللي هو كومينيكيشن بطريقة امام مش تكنيكال قوي بيبقى اشخاص عادية جاي يقول له انا بعمل كزا مش شغال انا مش عارف ايه احنا عايزين بقى نديزاين الشكل ده عايزين نبيلد حاجات فكلام شوية ايه يعني حلو مش زي كلام الميكالكع بتاعنا. مسا النقطة دي ما بتفرقش في ما يبقى الباك اند ده كانجينير فلاص هيترقى ويبقى تيمليدر. بتفرق لا هي بتفرق من غير تيمليدر لو انت شخص اصلا عادي في التيم بتفرق جدا طبعا الكمينيكيشن سكيلز مسلا اساسية جدا البرزنتيشن سكيلز انك انا معايا ناس في التيم احنا يا جماعة انت عملت شغل تعال ايعمل ديمو للشغل بتاعك وانا اللي هعمل لك ديمو تعال اطلع يلا معلم ورينه فده هيفرق فانت تطلع تديمو الشغل اللي انت بتعملته فانت لازم تتكلم للناس وتعرض الكلام بتاعك انك بتكميليكيت مع التيمز فلازم كلامك يبقى واضح يا انا هفهمك وانت تفهمني في يعني الكميليكيشن بتخسر ناس حاجات كتير انا في الاول كنت بغلط غلطات ان انا مش عارف اقول ايه امتى قاعدين مع ناس فيهم ناس ستيكولدرز وناس سيلز وناس مش عارف ايه جمعيني ناس كلها وانا اعمال اقول لهم ايه باي ومش عارف وعمال اتكلمهم يا حبيبي ما ايه يا ريس يعني لأ يعلى بقى معاهم يتنزل بالمستوى خالص انه يعني ايه شوف ارض واحدة انت حنا عارفين نتكلم فيها سوا ما تكلمنيش تكنيكا لو تدخلني في تفاصيل وقتها هم الناس وقتها قالوا لا ما تجيبوش بقى هتقول لنا المدير بتاعه ولا لا ايه حد لانه ما عمال يكلمنا تكنيكا لو عايزين حد يكلمنا ايه شعبي كده عايزين نفهم الكلام اللي بيتقالنا وهكذا فده بيفرق جدا بتلاقي نفسك ممكن تترقى لانك بتعرف تتكلم بتعرف تبريزينت الشغل بتاعك فيه ناس يقول لك يا عم ده اصل هي كوسة بقى ده ده بص ده ده بيعمل اللي هي بالشو لا ما هو الشو ده دي تالنت وريه ايه طلع انت يا عم اعمل شو انت ايه اللي منعك تعمل شو اطلع اعمل شو وورينا اللي انت عملته فدي ليها يعني تفرق طبعا في في البروموشن حاجة معروفة يعني معظم الناس عارفها ان انت بتجيت هايرد بسبب مش جيت هايرد بتجيت بسبب الصفت سكيلز اه بتجيت هايرد عشان التكنيكل لان الناس زي ما انا قلت في الاول بيركزوا تكنيكل وقت ما تجيتها اه خلاص انت بقيت شغال لازم بقى تركز شوي على الصفت سكيلز ان التيم يبقى فاهمك انت فاهمهم اه يعني انت لو شغال مع تيم اه شغالين بلغة مختلفة ودخلت اه كولز وحاجات من دي هتيبقى فاهم هما بيقول لك ايه ولا هيبقى فيه صعوبة فهو ده المهم يعني. طيب فان انا اسأل السؤال بقى من حتة تانية ايه الاخطاء اللي بتشوف الناس اللي دخل المجال جداد بيعملوه اكتر اكتر اخطاء بيعوا فيها ايه? انا هقول لك الاخطاء اللي انا وقعت فيها اه شوية من اللي انا شفتهم هي مش اخطاء هو او طبيعي ان ان انت بتبقى تايح اروح فين. الدنيا واسعة. انا حتى في الاول كنت ايه بعمل حاجات شابه اللي انت كنت بتقولي عليها اللي هو اه ناس شغالة كزا. يلا يا عم مجري يلا نروح هناك. ده 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 فيه ناس انشغالة كزا. كنت اوقت ده ليه نفسي عمالة ذاكر حاجات انا مش فاهم انا بذاكرها ليه اصلا ولا ايه انا ايه اللي جابني في الحتة دي. فالتوهان دي من فانت تحاولت ايه تاخد قرار بقى انك تشوف مثلا الناس قريدي عدد بالتجارب دي. دي ميزة من ميزات البودكاست عموما انك بتتعامل بتاخد خبرات ناس فتبدأ تبدأ انت مش تمشي وراهم. مش مش الهدف انه اكس قالك كزا في يلا يا عم ما نروح نعمل زيه. لا انت اسمع ده اسمع ده اسمع ده اسمع ده انت بقى شوف انت عايز ايه انت حابب ايه انت هتكمل في ايه ايه الصعوبات بتاعت اللي انت هتكمل فيه. وتبدأ تاخد قرار. لان بقى في مصادر كتير تاني مشكلة التشتت بقى. انه الناس بتقري يذكر هنا كلمتين وهنا كلمتين هنا كلمتين بدأت في كذا وبدأت في كذا. بعيدة كل البعض عن بعض. طب يا حبيبي انا اعمل لك ايه انا جاء حدد لك مستقبلك يعني مش انت تختار بقى يشوف انت هتكمل في ايه. فديه من الأخطاء اللي انت لازم تتجنبها مش تتجنب يعني تحلها انت عارف انت تايه لأول تحل مشكلة التوهان انك تختار سكة صدقني ايا كانت السكة لو انت كويس فيها هتبقى هتكمل وهتجيب فلوس كويسة ولو انت كمان من الناس وصلت المرحلة ان انت بقيت جامد جدا هتلاقي نفسك بتاخد فلوس جامدة جدا اعلى من اي مجال تاني فكل المجالات كويسة بس انت دوس يعني ركز واتوكل بيجي هنا يقول لك طب انا مش عادة انا مش عادة اختار ازاي المجال المناسب ليه طيب اسمع بقى الناس اسمع بقى مثلا حد هنا بيكلم عن الباكيند حد بيكلم عن الفرونت اند حد بيكلم عن حد بيكلم عن الديبوبس حد بيكلم عن النيتورك بيكلم واتيفر بقى كل المجالات انا بكلم تكنيكا بس يعني شوف كل الحتة دي انت حابب اكتر فيها عن نفسي انا شايف انه مثلا لو حد هنفتارد حد اصلا ما عندوش خبرة خالص هو كان سواء في كلية متخصصة هندسة او حاسبات او كان من بره المجال انا شايف اسهل ويبدأ بالفرونت اند لانه اسهل يعني من وجهة نظر يعني هبدأ في السكة دي ليه هبدأ اتعامل مع حاجة انا شايف انا فاهم انا بات ايه اه انا عملت صفحة جميلة ايه سواء بقى موبايل ولا ولا ويب ايه اه ده اشبص لونها حمر اخدر طب تعال انشيل دي تعالى نعمل دي هتحس ان انت ايه في حاجات بتحركك دي كانت من ضمن الحاجات اللي حمستني ان انا ايه ده ده شغالة هفاهم هي نعم حاجات بسيطة انت هتلاقيها في الاخر حاجات اللي هي كانت المفتارة تتلمي في شهرين ثلاثة بس ايه حلوة بتحركك تبدأ انت بعد كده تشوف الطريقة ايه ده طب انا انا الفرونت اند دلوقتي انا اللي بعمل الحاجات دي طب هو الباك اند بيعمل فتبدأ بقى تمسى عليه وتعرف لك شوية نتوورك تعرف شوية في الباك اند وهكزة هم حلو طب انا دلوقتي باسمع ده باسمع البودكست ده وباسمع باشمان ساحمد وعايد شوف تخيل كامل عن الباك اند ده بسؤال بيقولي بقى احنا دلوقتي انا الشركة اه ببيع اي حاجة اسمي كلمكو ماسم ببيع كريم وجاي عايز اعمل ويب سايت للشركة بتاعتين فباشمان ساحمد كحد شغال بيعمل باك اند زيك حد بك اند بيبني بقى ويب سايت للشركة ما هو على حسب الشركة نفسها يعني هل هي مثلا انت بتبني لشركة كبيرة شركة معها فلوس وهم بيبنيهم عارفين هم بيعملوا ايه ولا شركة صغيرة بتجرب الويب سايتين فانت رقم واحدة تبدأ تفهم مين الاؤديونس بتاعكم مين الناس اليوزرز اللي هيستخدموا البرودكت ده وانت هم تارجت ناس قد ايه اللي هتستخدم البرودكت ده عدد قد ايه هل بتبني بلوج ليك يعني بتحط عليها ارتكيلز مش هيدخلها حد ناس قليلة ولا هيبقى فيه ناس ما هو فيه ناس بتبدأ اول ما بتبني مثلا هو بنى الابليكيشن الابليكيشن ده مدعوم الحكومة زي هفترض الابليكيشن بتاع البيمنت اسمه انستا بي ولا انا مش عارف اسمه لو فده انت بتبلد ابليكيشن انت عارف ان انت تارجت اوديونس او اليوزرز بتوعك مليونز فانت من الاول وانت بتبنيه هتبقى حاطت ده في حسابك اللي سكيلة يبقى كزا لو انت لأ انت متارجت ناس صغيرة فبتبدأ صغير بتبدأ وهقول البروسس يعني بتبدأ بوبسال صغير بسكيل صغير والله الدنيا مشت والناس بدأت تدخل بقى ابدأ حل مشاكلك بعدها يعني لو انت مشاكلك ان الناس بتيجي تستخدم فدي مشاكل حلوة يعني فتبدأ تحل المشاكل دي فكالعادة انت لو انت هتبني البرودكت معاين فانت هتركز بقى انك تشوف انت الناس اللي هتستخدم البرودكت ده اغلبيتهم من الموبايل ولا من الويب هي من الويب مثلا ابليكيشنز زي او الحاجات التي تعمل معظم الناس بتبقى بتستخدمها من الويب فتمهم مركزين اكتر على الويب فانت تشوف لا انا عايز ويب وموبايل او الناس هتستخدم موبايل اكتر فانت محتاج حد يبيلد الموبايل ده عشان زي ما قلت محتاج هتخزن data ناس هتحط data comments هتحط صور مش عارف ايه فانت محتاج حد back end بقى انت دلوقتي معاك شخص front end او معاك شخص هيعمل لك UX في الاول انا هفترض ان انت بادئ خلص انت team صغير يعني حد هيعمل لك UX وحد هيحول لك UX ده لfront end بقى سواء موبايل او ويب حد هيشتغل على ال back end يعمل لك build اللي انت هتتكلمها حد هيعمل بقى release للكود ده ويتأكد ان الدنيا طلعت تمام ويمانتين بقى ده لو حصل مشكلة على السيرفرز وكلام ده احيانا ال back end بيعملها احيانا ال dev ops وهكذا وبتبدأ على على ال skill الصغير ده وبعدين بقى بتبدأ تكبر مع كل المتطلبات بقى بتلاقي ناس ايه بيفرق فيها عن شركة كبيرة انت ممكن تعمل ادوار كتير وده كويس ليك في التعليم انك تتعلم لانك هتلاقي نفسك بتعمل حاجات اكتر من ال specific دور بتاعك هتقابلك مشاكل ما اتعرفهش يعني انت مثلا ال startup بتبقوا هم فلوسهم قليلة فهم الدنيا محبوكة شوية احنا ممشينها فبدأ يزيد ال skill شوية فتبدأ بقى ايه تقابلك challenges حلوة انت ايه ده اه ده لا ده فيه ناس بتستخدم انت بتعلن نشوف ايه المشكلة ال performance دي كويلي ده مشكلته ايه مش عارف ايه فبتلاقي challenges عمالة تقابلك بسرعة لو انت شغال في شركة مرتاحة شوية او يعني شركة corporate بقى او شركة stable هتلاقي نفسك متخصص اوي في حاجة معينة انت بتعمل دورك ده هما الناس عارفة بتعمل ايه في ناس متخصصة في كل حاجة في حد تلاقي متخصص security موجود حد حتى infra network كل حد في حد فتلاقي نفسك ايه بشغال بطريقة منظمة اكتر ال startup لا بس ال startup مفيدة للتعليم اكتر لانك زي ما انا قلت بتحتكب حاجات كتير وطبعا تاخد فلوس مفترض في ال startup احسن لنفس السبب لانه هما ما بايش عندهم حاجة يقدموها لك غير الفلوس يعني ولا عندهم اسم مثلا معروف ولا في stability ولا هما عندهم فلوس stable انه هما انت تبقى راح مبطمن فغالبا هو يديك فلوس احسن مفترض عشان تيجي يعني تشتغل معي ده عكس الشائع يمكن الشاب كتير في الكلات بيحس ان انا ما اشتغل في الشركة المالتيناشنال دهوت فلوس اكتر معين فعلا بالزبط لا يعني الشركات المالتيناشنال غالبا يعني بيبع عنده حاجات تانية فيه budget تانية يعني تلاقي نفسك انت ممكن تكون بتسافر كتير لو انت شغلك بعد ما بيت اعلى شوية فتلاقي دي من ضمن بيقدم لك حاجات تانية ممكن مش بس الفلوس لا في ال startup ممكن تاخد فلوس اكتر لان هو زي ما قلت هو ما عندوش حاجه يقدمها لك يعني غير انه 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 يحمسك ان انت هتقابل حاجات كوية وتشغل في حاجات كتير فهتتعلم الفلوس يعني هلوي جدا اتلقى الخناء المنتشره دلوقتي على linkedin يمكن حض glauben حتى اشرت اليها في الاول هاي هاي الاي اي هيقعد المهندسين بيتول Sundays فى البيت او انا اعتقادي انه يعني هيحصل يعني ده هيحصل بس يعني قدام شوية ومش يعني هو هيقعدهم اللي هو ايه صوفت كده اللي عارف انت هبصت لقي نفسك في البيت وانت مش حاسس اللي هو يعني الشركات هبصت لقي انه بدأت تدخل التولز بتاعت الاي اي دي بتدريجيا كلها بقى في كل حتة فهيلاقوا انه في بتحصل مع الوجود التولز دي فبقوا كانوا ناس هيعملوا لهم هير ما بقوش بيعملوا لهم هير كان ناس بقى يعني دور شخص بقى بيقوم بأدوار ناس كتير فلو حد يعني خستع شوية في الشغل هيريحوه هتلاقي ده بيحصل مش هيجي هم هيقول لك يا بس ستوب اللي هيشتغل فكل الناس تقعد لها مش هيحصل كده بس هبصت لقي تدريجيا الناس بتقل هيفتح طبعا مجالات تانية في حتة تانية بس هيقلل الناس في الناس في حاجات من اللي احنا بنعملها هنا انا حاليا حاجات كتير بقى بقيت باستخدم تولز كتير بقى بتسهل حاجات كتير بقيت ممكن شخصين ثلاثة يقوموا بتيم كان بيبقى في ست سبع افراد مثلا فدي ما دي ناس قعدت دي ناس كنا هنعمل لها هير ما عمل لها هير ما دي ناس قعدت في البيت لا هيخدنا السؤال كويس ابدأ في مجال باك ان دلوقتي اصلا ايو طبعا بص يعني اصلا انا يعني بحس الناس ايه اللي هو جماعة اللي هيقعدنا في بيوتنا طب انا هيقعد طبعا مش مهم يا حبيبي ما تشتغلوا على كامل تشوف هتتطعد ولا ايو طبعا اي مجال اشتغل في المجال اللي انت قدامك يعني استخدم الحاجات دي انت بدل ما هتخاف استخدمها تشوف الناس دي بتعمل ايه خد فكرة ده بيتكلم عنها قاضي بتعمل ايه يعني هي مجرد طول بتساعدني والكلام ده خلاص اجيبها اشوفها تساعدني ازاي تتحسن لي انتاجيات ازاي معظم الناس بها بتستخدمها حتى في تسكات بسيطة مثلا انا اجيب السي في اقول له وعمل لي سامرايز للسي في بتاعي كده زبطهولي زبطهولك طب جهز لي كده ايه يعني عايز اجهز مثلا كلام اقوله عن نفسي في الانترفيو فيقولك قول كذا واعمل كذا استخدمه في حاجات شبه دي او انت بتستخدمه انت بالكود في كوبايلوت او غيره وهو بيعمال يكمل في الكود خلاص يا رايز كمل ربنا معاك وانا هنقعد نصلح ونزبط وهكذا يعني استفيد بيه لحد ما نشوف اللي يحصل يعني هستفيد بيه ابدأ بقى ازاي انا عايز اخش مجالة باك اند فامش ازاي انا قلنا من شوية انسى حياتة الرودماب تي حاجة اهم من الرودماب فامش ازاي بقى وابدأ ازاي طيب انا هافترض ان الشخص مثلا هو ايه لسه مخلص جامعة وما يعرفش هو مش عارف وهي هشتغل فرونت اند ولا باك اند بس هو ايه من الكلام اللي اسمه قال لك انا انا حابب الباك اند هو يعني ما اجربش قوي ده ولا ده بس انا خلاص يا جماعنا ايه انا شفت الشخص ده كان بيقوله انه بياخد فلوس كتير انا هروح اشتغل معا انا عن نفسي هعمل ايه او اللي عملته اروح ابص على الوظائف المشابهة اللي انا عايز اشتغلها فهدخل مثلا هشوف كم شركة محترمة كده ادور حتى لو انت هتسافر ده ينطبق على الشخص اللي عايز سافر دور شوف الشركات بال انت عايز سافر لها برا هم بيطلبوا ايه هتلاقي المتطلبات شوية مختلفة عن مصر ازيد اقل على حسب فانت هتشوف الناس دي طالب ايه هتلاقي فيه common keys كده موجودة في كله هتلاقي الناس طالب ايه يقولك انا عايزه بيكون بيبولد اي باي انا عايزه يكون بيعرف 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 دوكر بيعرف بيستخدم دوكر بحاجات بلاس كوبرنيتس حاجات شبه ديه بس انا شايف لو حد بيبدأ في الاول لا مش هتبقى requirement اصلا ومفيش حد غالبا محدش هيختبرك اصلا فيها في الانتربيو الا لو انت بقى مقدم DevOps وانت حد خبرة يعني مش حد ومعطقتش ان في حد اصلا اول ما يبدأ هيقولك انا هشتغل DevOps يعني غالبا DevOps لازم يبدأ development او يعني او كان operation وهكذا يعني مفيش حد بيبدأ DevOps لو حد ناوي يبدأ DevOps والناس بتشيب product فانت مش عارف ايه البرودكت اصلا ان انت هتعمل له شيب فانت جايت شيب ايه يعني فاهم فلو انت مكرر مثلا ديه بوبس لا اقفل اول يعني اعرف بس development cycle والناس بتعمل ايه وبعد كده اختار بقى لو انت عايز فهنرجع لل فهلاقيهم طالبين شوية حاجات جميلة كده فهبدأ ابص عليهم واحدة وراء التانية اخد ايه خبرات فيهم مطبق بقى اللي انا بعمله لحد هو بقى اعمل انترفيوهات لحد ما ايه ما لاقي شغل طيب يا عم انا اشتغلت خلاص وبتاقي ابدأ بقى ايه اعلي ليفل بتاعي شوية بقى فابدأ اعرف انا مثلا الباكيندي ده هو عبارة عن ايه زي ما قلت هو اي بي اي بيتعامل مع الداتا طيب اشوف بقى الرحلة بتاعت الريكوست ده من اول ما بييجي لحد ما بيوصل هتلاقي انت بتتعامل اصلا الكود بتاعك محصوط على ماشين فده او اس فتعرف شوية انا مش قصدي انك تتعمق انك تبقى خلاص هتروح تبلد او بريتنج سيستم لا بس اعرف يعني ايه يعني الحاجات الاساسية خلاص ان هو بيسموها مية واحد فيه كورسات كده بيقولك اسمها كورس مية واحد اللي هو بتاع الحاجة ده كافي انا من وجهة نظري ده كافي بلص انه انت بتذاكر بقى بتلاقي قابلك حاجات مثلا انا بذاكر كتاب هنفترض عن زي بتاع داتا انتنسي فبيقابلني حاجات انا مش عارفها فاروح ابص على دي او بص على دي بس ترجع بقى تكمل في اللي انت كنت بتذاكره فانت مثلا عارف لغة البرمجة فهتلاقي لغة البرمجة طالبين فريمورك الفريمورك طالبين معهم بيستخدموها فلازم تبقى عارف الدياتا بيز عارف الحاجات اللي بتحتاجها انت مثلا اي دابلي اس هنحط الكود بتاعنا فين وهكذا فهتلاقي شوية حاجات كتير خلص بس دول يعني انا متأكد ان ما فيش عدة يقدر يخلص اي حاجة يعني بقى وقت الناس بيجي بتقول لك بص انا خلصتك خلصت ايه روح يا ابنك اعمل مذاكرة ولا اعمل لك حاجة خلصت ايه حبيبي المذاكرة بتخلص على رأي ابويا فيعني كده فهتلاقي نفسك عمال تتفرع يعني انا عن نفسي في الاول كنت برضو حاطت رودماب اول ما بدأت كل شوية رودماب بيحصلها شيفتنج اللي هو انا كنت بادئ اه لأ انا هركز بقى اتعلم اتش تيميل كويس اوي 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 لدرجة ان انا كنت بستخدم حاجة اسمها كامفس فيها كنت بقى قدرسم بقى حاجات وبتروح وتيجي يعني ايه شغلي جامد جدا اللي هو يعني اللي هو وصلت بقى انا جي خلاص انا كده اقفل الاتش تيميل وبعد كده سي اس اس سي اس اس تري وقتها كانت لسه طلعة اللي بعدها ايه بقى جاوس كريبتي و جي كويري كان فيش وقت حاجات كده بتخدهم وراء بعد كده زي الشاربة كده وبعد كده يقول لك ايه اه انت بقى خلاص انت كده اتحط اه انت كده اتحطيت على الطريق فبلاقي ان انا كنت حاجات حاطت ان انا ذاكرها ما ذاكرتهاش ولايت نفسي دخلت في سكة تانية خالص ليه لانه هو الشغل اللي بقى حرفتني واجهني انه لأ انت محتاج تبص على ده محتاج تبص على ده لقيت نفسي بعدين بقى انا ببص على داتا بيز ببص على انجين اكس اه ولوب بلانسير وحاجات من دي بقى لقيت ايه ده انتوا انتوا الداتا عندكم كبيرة كده ليه اول ما اشتغلت مثلا مع شركة كان كان بالنسبة لي وقتها انه عندهم مثلا اللي هو ايه وعندنا بتاع عشرين تلاتين مليون ريكورد ايه يا جماعة الداتا دي فبالنسبة لي ده ايه ده ايه ده انتم الداتا العملاقة انتوا بتتعاملوا معها ازاي فوقتها الواحد كان نقلة بالنسبة له ايه ده اه ده فيه داتا كتير اهو ده تصدق الكويري بيبطق طب بيبطق ليه طب مش عارف تلاقي نفسك انت عمال تتشفت لناحية تانية بتركز على البرفورمانس بتركز على ازاي تدليفر الحاجات اللي انت بتعملها دي بكواليتي كويسة وبسرعة جميل طب لو انا اصلا مش كريك حاسبات ولا هندست حاسبات انا انا في حتة تانية انا مهندس ميكانيكا او انا زراعة او انا اتجار او انا حقوق حاجة بعيدة شواء عن المجال هل متاح لها فرصة ان انا ادخل المجال ولا الموضوع هيبقى صعب بص هوا يعني ايه المجال او اي مجال في الدنيا هو متاح للناس بس انت هتدفع التمن يعني مفيش شورت كاتس يعني مفيش انت مش هينفع تقول انا هبقى دكتور بان انا هعود يعني ايه هزاكر المنهج بتاع طب انا مع نفسي اه تقدر فيه ناس كانت زمان يعني كانوا العلماء بتوعه زمان كان يقدر يزاكر يبقى طبيب وجراح والناس اللي هي المشهورة العرب او المسلمين بتوع زمان هو ما يدخلش كليات بس عارف كل الكلام ده لان هو كان بيعمل وبيطبق وبيشوف تلاقي عالم فلك وعالم طب وعالم مش عارف هو نفس الشخص عارف كل ده فانت اكيد تقدر اي حد يقدر بس هتدفع التمن الناس اللي قعدت مثلا بتدرس اربع سنين او خمس سنين فان دس او ستة لو لو صوت سنة زي حالاتي فهتلاقي هو قعد فترة دي كان بيجي يعني هو كان عمالي لما حاجات فلمها انت تقدر تلمها في وقت يقل طبعا لانك مركز ومحدد هدفك فزي ما قلت هتحتاج تعرف الرحلة كلها بتاعة شغلك وانا عن نفسي شايف لو انا شخص جاي من برا هو اختار هبدأ بالفرونتين وقتها انت حطيت رجلك وقدرت تلاقي شغل بهذه الخطوة الاولى ما انت صنع فيه ناس بشوفها بيذاكر للمذاكرة بقى له سنة فعلا يا حبيبي ما تقدم في شغل يا حبيبي شوف انت ناقصك ايه اترفضت في ايه سألهم خد فيدباك روح ذاكر اللي ناقصك عشان تشتغل ما انت لو ما اشتغلتش يبقى انت بفورفن انت بتضحي بوقتك فانت اشتغل وبعد ما تشتغل بقى خلاص الرحلة بدأت رحلة التعلم بقى في بعض الناس اللي هو ايه بالنسبة لهم الشغل ده المرحلة النهائية انا اشتغلت خلاص كده انا تمام لأ انت اشتغلت دي اول خطوة بقى انك تبدأ تزاكر بقى بعد دي انا دايما في الجزء ده من الحلقة بحس ان اصبحت حمست بقى كلنا عايزين نبقى باك انجينيورز ببتاع فبحب بقى فقالك واسأل بقى السؤال المهم جدا ايه المميزات والعيوب بتاع ان انا اشتغل في المجال ده كمهندس شغال في المجال ده ايه مميزات اللي بلاقيها وايه الحاجات التحديات او العيوب زي ما تحب تسميك انا زكرت حاجات منها ان الحاجات كتير انت مسؤول عن حاجات كتير ومع مرور الوقت الموضوع بقى بيوسع في الاول احنا قلنا انت مهتم ان انت تدليفر برودكت انت عاوز تعمل حاجة بتسلمها بعدين هبص تلاقي ايه ده طب انا الديتا دي سجلتها الديتا دي كبرت الديتا دي بقى تحجمها كبير فبتلاقي مشاكل بتقابلك اه طب انت محتاج تعمل للكود بتاعك ده بعد الشركات انت مسؤول ان انت تطلع كودها بنفسك وتبقى عارف السايكل كلها تلاقي نفسك محتاج تعرف عن محتاج تعرف شوية عن مش بقول انت هتبقى متخصص بس عارف زي ما قلت اللي هو مية واحد بتاع كل الحاجات فحاجات كتير جدا دي من ضمن مساوء الباك اند من وجهة نظري انه الموضوع عمال يعمل زي الرمان كده اللي انت فتحت الرمانة فايه حلق بقى انت اللي هتلحق تجيبه فحاجات كتير فايه تبقى على يقين ان انت مش هتقدر تلم كل حاجة فحاول انك تلم اللي يساعدك في شغلك سواء في المرحلة الحالية والمرحلة اللي جاية لو انت بتبص على شركة احسن طب الشركة الاحسن دي بتشتغل ايه هنفترض بيشتغلوا بقى الاسكيل كبير ودستريبيت سيستمز بقى على بو فتبدأ بقى ايه تجهز نفسك للخطوة اللي بعدها فدايما محتاج تفضل دايما تزاكر تزاكر بعنف والمجال ده عموما كده بس برضو الباك اند لانه حاجات كتير فانت محتاج تفضل تزاكر محتاج تحدد اولويات بقى انت هتزاكر ايه اهم من ايه لانه هما الحاجات كده كده اكتر من وقتك يعني يعني الا لو انت هتطلح تزاكر على كوكب تاني وترجع لنا يعني بس يعني خلاص فاخد قرار اه ده المهم ده اللي انا محتاجه في الوقت ده ده مش مهم الفترة دي دي العيوب الفوائد بقى الحاجات المفيدة في المجال انه تشالنجينج يعني هو ممتع في الشغل عن يعني الفرونت اند حلو في حتة فيها تشالنجينج بس مش كتير برضو او مش كل الشركات هتهتم ان هي تقلل الميلي ساكنز او تاع في الرندرينج وفي الحاجات دي معظم مشاكل الناس كلها تبقى في الباك اند يعني حتى الفرونت اند لو سألتوا انت اكبر بشاكلك ايه يقولك انا ببعت الريكوست ما بيرجعش ما بيروح فهو مشاكل حتى الفرونت اند في باك اند هو يعني حلولنا يا جماعة المشاكل دي فالشغل في الباك اند ممتع بس زي ما قلت نفسك محتاج تتعمق في الداتا بيز اه ده انا بعدت كويلي راح مجاش طب مجاش ليه بقى فتبدأ عملت نفسك عملت اقرأ في حاجات ودوكمنتيشن وكتب عشان تفهم بس هو ليه مطول فالموضوع كبير بس ممتع في الشغل بتاعه برضو حاجة من من ضمن المساوئ ان انت بتبقى انت بتبقى في اللي هو الجنود المجهولة يعني بقصة تلاقي الشركة بتكرم حد عمره ما تكرمه ما قام بحاجة عمره ما حد هيدكورك بالخير يعني فهمت ما تتوقعش ان حد هيقولة لعنك كلمة حالوة غالبا الناس اللي هتشكر فيك يعني لو انت فرنت اند لو انت بتعامل مع البرودكت بالفوق فالناس بتوع البزنس هم دول اللي هيبانوا انت تبقى جندي مجهول يعني فهم هيدزكورو الهيد بتاع الهيد بتاع الباك اند حدوة كلام اوه مش حدوة مؤسم بس كويس في سؤال مهم هنا نتبقى في أسئلة تبقى أسئلة وجودية نفسية عند الشباب في الكلية وصم في جامعات الأقليم حضرك من جامعة المنصورة من المتغمر أقليم الأقليم جنب بعض قلص في بقى جواه سؤال أول حاجة أكيد الشخص اللي وصل بشمانس أحمد أكيد ما كانش في ظروفي أكيد حد ساعده في الأول أكيد الدنيا كانت مبسطة ما كانش في نفس الصعوبات دي ده يطلع شماعات كده فده أول سؤال هل تجربة حضرتك كانت خالية من الصعوبات وكانت الدنيا سموث كده وماشي بسيطة ما أنا أنا زم ما فيش بص هو ما فيش حاجة يعني ما هو لو حد بالسازاجة دي يعني بالنسبة لأي مجال أي أن كان لو أنت عاوز تعمل حاجة فيه هتبزل مجهود هتدفع تمن اللي أنت محتاج وفيش حاجة فور فري إلا لو أنت ربنا هو خلقك ميسي أنت عبقري أو فيه ناس كده بس هم قليلين وهم دول الناس اللي بتقدر يعني تعمل فروقات وبياخدوا مبالغ خرافية هو ربنا خلقهم كده فيه حاجات أنت مهما حاولت أنت إن انت تعمل وتسوي هو فيه لمت للأشخاص فيه حد ممكن يضحي خالص بحياته الشخصية وأنا نادر نفسي للمجال ده 24 ساعة فيه ناس بتعمل كده هيحقق وهياخد فلوس كتير جدا أضعاف اللي احنا بناخدها بس في الأخير هو خلاص هو راضي أن دي حياته مفيش أسرة مفيش مفيش أي حاجة تانية هو ده هتقدر تحقق ده فكل أحد بيختار هو عاوز يوصل فيه ناس هدفها أنا عايز أشتغل في جوجل أنا عايز أشتغل في فيسبوك أنا حلو طيب هتدفع تمن ده فأنت مستعد خلاص يلا ادخل شوفهم ما عايزين وزي ما قلت هو الطلبات اللي في الجوب ما هو الناس طلبين كذا احنا عايزينك بتعرف واحد اتنين تلاتة اربعة ده أنا شايف أن المهنة دي من أكتر المهن الواضحة يعني هو الناس طلبة كذا زاكر الحاجات دي وطبق عليها واعرفها وهتقدم في الشغل هتلاقي انت عايز كذا شغال في شركة أحسن طب نروح الشركة الأحسن دي بيتطلبه يا جماعة في الوظائف بتاعتهم طلبين ده وده وده اعملوا خلاص صعب خلاص هو كل واحد الناس قدرات مش كل الناس هتشتغل في جوجل مش كل الناس هتشتغل في الشركات الكبيرة فحلو انك تشتغل في شركات تانية ويمكن انا والله ما عرفش بالنسبة لي حتى الناس يعني انت ممكن تقعد خمس سنين ست سنين في الشركات الكبيرة او اللي هما الفنك ما تلمسش حاجات اللي هي مثلا في الانفرا في الديب اوبس ممكن ما توصلش اصلا لانك تحتكب الحاجات دي غير بعد سنين طويلة انما لو انت اشتغلت في شركة اللي هي متوسطة والكلام ده بص تلاقي نفسك ايه ده انت بتعمل شب وبتدخل وتشوف اللوكز وشغل في كافكا وشغل في مش عارفه حاجات هما ما كانوش يخلوك تقرب منها اصلا مش هتهوق بالباب ففرصتك ان انت تتعلم وتحتك ويمكن بعدين تشتغل في اللي انت عايزه يعني السؤال التاني اللي بيجي في الهنهم لا الاماكن دي مش لي يعني من جامعة اكسل بعيدة مش هلقي تدريب مش هلقي فرصة في شركة كويزة لان الشركات دي بتاخد الجامعات اللي هي من ثلاث حروف بس من نسبة حضرتك بقى على المجال ومن ناحية التانية ديها ناحية السوق كل الشركات بتختار الناس اللي في جامعات معينة او بتشترط انها لازم يكون من بيئة معينة بص يعني انا شايف انه كل شخص مفترض يشوف اللي نقصه ويعمله والله انت شايف انه هم بيختاروا من جامعات معينة طب ليه هم بيختاروا من جامعات معينة عشان ممكن يكونوا عشان هم بيكلموا مثلا بطريقة احسن الانجليزي بتاحهم احسن الكميليكيشن بتاحهم احسن التعامل معهم احسن انا شغلت مع داو ده هو فعلا بيبقى فيه فرق واضح في التعامل فانت عوض بقى ده يعني انت تحسن اللغة بتاعتك حسن الانجليزي بتاعك المكان مش لازم تقول انت من كذا عادي يحط عنوانك في القاهرة وانت خلاص راجل open ان انت تموف للقاهرة دي من ضمن الخطوات كان الناس بيقولنا في الاول حط الانوان في القاهرة شوف عنوان حد تعرفه او حط اي عنوان انت نويت تروحه او عنوان ان انت في القاهرة وخلاص ووقت ما جالي الشغل امت جاي نائل دي حاجة لو هو على المكان مش لازم تقول لهم ان انا من جو لا اهم حط لهم عنوان يجيبوك عشان لو هم عندهم الستاندرد دي وانت في اما تروح لهم ايه بقى اتكلم زي الناس يعني اللي هو اصلا بقى عشان انا فقير وغلبان اتمشوني لا يعني شوف الناس اللي انت بتبص لهم او بتقول ان هم بيختروهم بيعملوا ايه ويعمل زيهم عادي يعني حلوة 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 الاجابة عشان برضو ما طولش عليك اولا طولت بصراحة اسألك سؤال عميق نهائي لو رجعت الجامعة دلوقتي يا حضوك في الجامعة دلوقتي ايه الحاجات اللي هتركز عليها ايه اللي هتغيره عن زمان ايه اللي شايف ان يبقى فيه فرص احسن لازم تعمل في مجودة هو انا بصوا انا كنت يعني ايه كنت فشل في الجامعة جدا يعني انا كنت مشهور حتى بين الزمال ان انا كنت بشيل برمجة على طول فانا يعني ابعد ما يكون عن ايه ان انا بالنسبة لي الجامعة كانت يعني فصحة وصحبة حلوة واكلة حلوة والكلام ده يعني فانا مش احسن حد ينصح حد فبالنسبة لي اه لو رجع بيا الزمن يعني ان انا كنت ههتم ان انا اتعلم بس برضو ما كنتش يعني انا كشخص ما كنتش هضحي برضو بالوقت الحلو يعني اللي موجود في الجامعة ليه لانه لو انت خلاص حد مكرر ان الدنيا مذاكرة وهي من اول ثانية لاخر ثانية طيب هتبصها تلاقي بوقت كتير بعديك وانت كان المفروض ده وقت فيه شوية لعبة فيه شوية حركة بتروح بتيجي بتعمل هتلاقي نفسك ما عملتوش فاتيجي بعدين بقى انت خلاص يا عم انت اشتغلت في احسن شركة في الدنيا هتلاقي نفسك بعدين شوية فيه اكتئاب يعني انا شايف ان الشخص احسن بالنسبة لي على القالب انه يمشي بالمراحل الطبيعية ان هو يعني كل حاجة لها وقتها وبعد ما توصل لحاجة معينة مش لازم بقى تفضل برضو انت عاوز ماشي عاوز توصل لأعلى حاجة اوصل بتشوف هتضحي بايه في المقابل انا عن نفسي بعد كنت في فترة في الاول ما كنت محتاج فلوس كنت باشتغل شغلانتين بار طيب ومش عارف ايه بعدين هل انا مش محتاج فلوس لا محتاج فلوس بس لأ انا شايف ان وقتي بقى اسما من ان انا يعني ادفعه في الشغل كفاية قريدي شغل واخد جزء كبير فممكن اعمل حاجة بحبها بقى فكانت فرصة ان انا ما اعمل او بقى مع اصورتي او حاجات حاجات تانية هي بفلوس يعني مش هتاخد على فلوس بس هي بفلوس انك مش هتقدر تعوضها لو انت خدت فلوس كتير او واتفر يعني ففي كل مرحلة على حسب حكتك انت محتاج فلوس دلوقتي خلاص اشتغل كتير خلاص حققت شوية من طلباتك خلاص ويبدأ فكر في ايه المهم في كل لحظة من السؤال ده برضه في الحتة يمكن انا كنت اتمنى وانا في قولة جامعة او في بداية الجامعة ان انا عرف لينكد ان فهل اكتفق معي في اهمية لينكد ان انا طبعا انا انا تقريبا انا كل شغل اشتغلته على لينكد ان انا يعني كل الوظائف اللي جاتلي في خلال حياتي كلها كانت من على لينكد ان وانا تقريبا يعني مش فاكر عملت سيفي مرة او مرتين في الاول وبعد كده بقيد حتى بعتمد السيفي من لينكد ان بحط الحاجات فيه وبعمل بلد سيفي عندهم سيفي بلدر كده جوه مش الاكسبورت لأ البلدر بشكله قلطف شوية وبستخدمه هو ده السيفي ومعظم الشغل والناس اللي عايزة تسافر من على لينكد ان فانت رقم واحد حسن لينكد ان يعني ما قلط يعني فحسن البروفيل اكتب بقى شوف الناس بتكتب بطريقة حلوة ازاي والله مش محتاج تسأل حد حاليا انت ممكن تدخل على الشاتجي بيتي ريس انا عايز اعمل سيفي محترم انا شغال في كذا وكذا وكذا انت بتاعف تعمل ايه انا بقى عارف اعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة طلع لي سيفي اللي انا بعمله مكتوب بشكل حلو اخد الكلام بس المهم يكون كلام انت بتعمله يعني مش بدا المهم يعني بس فانت عملت سيفي كويس هتبص تلاقي على لينكد ان بيحصل بقى بالكيووردز اللي انت حططها ومركز عليها هتلاقي الناس بتبعتلك في بعض الناس في الاول انا لا افضل ان انت تكتب لي ان انت سوفت وير انجينير طيب يعقى حصل لنا الشرف هتلاقي غالبا الناس اللي بتدور في التايتل بتاعك احسن حط التكنولوجي اللي انت بتستخدمها انا بي اتشي بي ديفلوبر انا روبي في ناس بتحط كذا حاجة جنبها يقولك انا باك اند انجينير ولا باك اند ديفلوبر روبي سلاش مش عارف ايه سلاش مش عارف ايه حط اي الحاجات دي بتفرق فالما الناس بتكون بتدور على حد عارف تكنولوجي هتلاقيك انت لو انت بتطارجت حاجات معينة شاء بيج فانج والحاجات دي خلاص اكتب صوفت وير انجينير انت حور رين هلو هي المشكلة في الحيطة دي ان الناس لا انا انا شاطر والناس هتعرف لوحدي بس الناس هتعرف لوحدها ان انا شاطر اصلا هو هو ايم على ايم هو انت المفترض ان انت شخص مهندس فانت عارف ان انت يعني الويبسايت شغال ازاي هو شغال بانت حطت كي ورد وهم بيماتشوا كي وورد دي ويشوف مين اكتر واحد بيماتش وبيرتبهم باكتر بالماتشنج فلو انت مش كاتب لي التفاصيل فغالبا محدش هيبعت لك انت ممكن انت تبعت يعني انت تارجت شركات بس برضو لو انت مش كاتب تفاصيل كويسة الشركات اللي انت بتبعت لها هترفضك فالاحسن انك تحسن البروفيل فالناس هي اللي تبعت لك وهي بعدين بعد فترة ان شاء الله الناس اللي ما تشتغل هبص لها الناس بتبعت لك كنت اصلا بيت ما بتردش بالدليت المسجي اصلا اما طب ما بتدورش حاليا او واتفر يعني عايزين بقى نختم بالنصيحة الزهبية بقى مساهد حضرتك زهبية انا بشكل عم بقى مش عارف يعني انا بقى بصراحة يعني ايه جول نوان الناس بتبقى فتحها نصيح له نهار فانا بحاول اتجنب ده انو يعني انا بالنسبالي هقولك الحاجة اللي يعني فرقت معايا او بتفرق معايا دايما الدايرة بتاعتك دايما الى مهحد بيتكلم الدايرة اللي حواليك لو ايا كان انت عايت ابقى ايه خلي الدايرة اللي حواليك هم ناس في نفس الاريا اللي انて بتارجتها ده اللي هينقلك يعني لو انت مسلا هنفطرد انت بتارجت ان انت تبقى لحد اشたい Tucker ولا في ال back end ولا في ايا كان والانت كل الداير اللي حواليك ناس بتتكلم بالكورة وبيتتكلم بالسياسة وبيتكلم في مش عارف ايه دايرة اللي حواليك لان اغلبنا على السوشيل ميديا وعلى غيره فلو انت لقيت الدائرة اللي حواليك هي كلها كده هتلاقي الموضوع ما فيش حاجة بتزقك انما لو الدائرة اللي حواليك كلها ناس بتتكلم في الاريا اللي انت بتدور عليها وان انت عايز تتعلم فيها فبصة تلاقي ايه بتسمع حاجة من ده بتعملها بتشوف حاجة ده كزا ايه ده كلمة دينا ما عرفهاش فتلاقي نفسك بتروح تدور عليه فحتى من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بتاع حامل المسك ونفخ الكير حامل المسك اما ان يحزيك يعني يديك نفحة كده يوم جايم يديك شوية كولونيا واما انت بتاع منه يعني تشتري انت منه هتنفعه خلاص انت الراجل جربت هتشتري منه واما انتجد منه ريحا طيبة يعني مجرد ان الكميونيتي حواليك اصلا الناس كويسة فانت هتبص تلاقي انت بتسمع حاجات كويسة بتشوف حاجات كويسة فتلاقي ده بيكلم في كزا ده بيكلم في كزا يعني هتلاقي حاجات مختلفة انت كده كده مها ما حصل مش تقدر تجين كل النورج فقادة ده اتكلم جاب سيرة مش عارف جيت اوبس ايه ده هتبا نروح اشوف ده بيكلم عن ايه ده قالك شغالين بيستخدموا ده طيب ايس كزا فلو الكميونيتي اللي حواليك ناس بالشكل ده هتتحسن انا عن نفسي ده فرق معايا من بعد ما عملت لقيت ايه انا بقيت الناس اللي حواليها كلهم نفس الفكرة انا اصلا يعني ايه انا من الاول فبدأت ابعد بقى عن الكورة والسياسة واخبار مصر عموما فبدأت بقى فيه وقت بالذات اما بطلت فورج على المطشط ومتفرج كتير جدا يعني كل المطشط مطشط الدوري المصري مع اي فرقتين مقتولين بعد اشوف الحدث بتاع القتل بتاعه فده وقفر لوقتي كبير فبقيت قادر ان انا اعمل حاجة تانية مفيدة فبدأت وعملت ربنا سعيدني يعني ان احنا عملناها والموضوع اتحرك فلاقيت انه بقى الكميونيتي حواليها ناس كلها ما شاء الله يعني ناس ايه حفيهم ناس انا يعني ما كنتش احلى ما اتكلم معاهم بتكلم معاهم وبتعلم منهم فده بيفرق فبصت لقي انت الدايرة اللي حواليك اتغيرت بقيت ناس كلها يعني بتتكلم في الحتة اللي انت عايز تروح لها في الهدف اللي انت عايز تروح بس ايه منص احمد انا معلش اعطلتك لا خالص والله انا مقصود بالكلام معاك فرصة ان انا اخد فرصتي من الراغي يعني بسيب الناس الضيوف غالبا هم اللي يتكلموا يعني ما حاولش اقاطعهم عشان الناس بتشتمنا جمهور بيشتمنا انت بتقطعهم من التاع اكس اكت خالص اهو لا حيش ارفتنا مش منص والله استفدت من قابلاتك واستمتعت جدا حبيبي انا بشكرك جدا و الى لقاء اخر ان شاء الله ان شاء الله